وعلمنا ربنا حاجة في القرآن مهمة جداً علشان نعرف ازاي نتعامل مع مشاعرنا في لحظة الحيرة قال لنا خدوا بالاسباب استشيروا بعض فكروا كويس لكن لو خدت قرار تاخد القرار بمنتهى الحزم علشان ما تعودش توسوس وحياتك تتوقف مع لحظة الحيرة بسم الله الرحمن الرحيم فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر خلاص خدت المشورة فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين انت عملت اللي عليك خلاص وعدت تفكر واستشرت لما تيجي تحسم أمرك خد بمنتهى القطعية ومنتهى الحسب خد القرار ليه؟ علشان لحظة الحيرة ما تعطلكش ده كان كلام ربنا عن لحظة الحيرة في القرآن اشتركوا في القناة